موسيقى سلام الله عليكم مشاهدين في حوار الساعة رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس خطة أمريكية خاصة بالترتيبات الأمنية بين السلطة وإسرائيل في إطار الحل النهائي والتي تقضي في أحد بنودها بقاء القوات الإسرائيلية على طول الحقدود الشرقية مع الأردن في منطقة الأهوار لكن خطة الوزير الأمريكي فيها ما هو أبعد من تفاهمات الأمن حيث كشفت مصادر إعلامية ناكيري طرح حلولا في وثيقته تخص قضايا الوضع الدائم وكان يأمل حسب هذه المصادر أن يعلن عن اتفاق حولها خلال شهر نيسان أبريل القادم فهل رفضت الخطة الأمريكية ورفضت فلسطينيا بالكامل أن فقط بند الوجود العسكري في غور الأردن هل ستعدل الولايات المتحدة الخطة المقترحة وهل ستوافق إسرائيل على أي تعديلات هل ستمدد الولايات المتحدة مهلة الوصول إلى اتفاق والتي حددتها سابقا بتسعة أشهر وما هي خيارات كل طرف في حال وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود مشاهدين هذه الأسئلة وغيرها أطرحها على ضيفي هنا الأستاذ صلاح صلاح عضو المجلس الوطني الفلسطيني وسيكون معنا أيضا عدد من المداخلات من الأطراف الفلسطينية المعنية بموضوع المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية يا أستاذ صلاح صلاح أسعد الله أوقاتك بناية التطورات الأخيرة المتعلقة بالمفاوضات تبدو للمراقب العادي بأننا وصلنا إلى مرحلة حاسمة في هذا الموضوع تعتقد بأننا أمام مرحلة دقيقة جدا في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية أم أنه لا تزال هناك المسألة بين أخذ ورد أعتقد أننا في مرحلة تحسم الأمور بشكل واضح يعني بدءا من ما بدأت به حضرتك بمداخلتك حول موضوع الخطة المطروحة والتي يجري الحديث حولها منذ فترة صحيح وتتناول أكثر من موضوع يعني ليس فقط موضوع وجود القوات العسكرية فاصل ما بين غور الأردن أي بين فلسطين والأردن أيضا هناك موضوع القدس والتي يعني أنه خذ يا فلسطين أنت الإدارة لكن السيادة يجب أن تبقى لإسرائيل بمعنى أنه هذا المطروح في الخطة الأمريكية نعم هذه المطروح الخطة الأمريكية أيضا في موضوع المستوطنات أنه طيب المستوطنات العشوائية الثانوية إلى آخر هي من شيئ لها لكن المستوطنات الأساسي يجب أن تبقى أضلت ذلك موضوع التبادل يعني المناطق الأراضي الأراضي مش كما كان بساوق بموضوع ألف وبا وجيم يعني ينقل قسم من الأراضي يعني با إلى ألف من جيم إلى با إلى آخره وبالتالي في خطة متكاملة يعني يجري الحديث حولها وكلها لا تخدم يعني أي مصلحة سنناقش أستاذ صلاح إن كانت تخدم أو لها تخدم والرأي الفلسطيني من هذا الموضوع لكن أستاذ صلاح الآن اسمح لنا أن نقدم للمشاهد أو نستشعر سوية الآن حجم التوقيت أو التقدم الذي جرى في هذه المفاوضات يعني عندما يقول الوزير الخارجي الأمريكي جون كيري بأننا أنجزنا أو حققنا بعض الإنجازات والالتفاق بات وشيكا هذا الكلام يقودنا إلى أنه حتى من ضمن التسريبات ذكرت أنا قبل قليل بالمقدمة أنه تتحضر الإدارة الأمريكية لشهر نيسان لأن يكون الموعد لإعلان هذا الاتفاق نحن أمام أوسلو 2 أستاذ صلاح صلاح نحن دام وضع أسوأ من أوسلو أو خلينا نقول استكمال أسوء أوسلو لأنه بالمقابل التصريحات المتفائلة التي يطرحها بشكل دائم كيري ولا مرة إلا ما طرح تصريحات متفائلة بإمكانية الوصول لحال لكن بالمقابل ولا مرة إسمعت صوت متفائل لا من التصريحات الإسرائيل والتصريحات الفلسطينية تصريحات لبرمان مثلا بتقول أنه ما فيه أي أفاق لإمكانية حل سياسي ما فيه أفاق لتسوية لا مؤقتة ولا نهائية هذا لبرمان عم بقول لك وزير خارجية إسرائيل المعني طرف الإسرائيل المعني بالفاوضات بقول لك ما فيه تسوية لا مرحلية ولا نهائية الطرف الفلسطيني أكثر تواضعا يعني أكثر مروتا بطرحة بس بوصل لنفس النتيجة اللي بتقول لك أنه المفاوضات معقدة للغاية يعني عم بخلي أفاق مفتوحة ليش؟ لأنه هاي مشكلة الفلسطيني أنه وضع نفسه أمام خيار ما قادر يخرج منه لا بدي المفاوضات للمفاوضات في حين الإسرائيلي حاسم موضوعه الإسرائيلي حاسم أنه هو في عنده مشروع عنده مخطط ماشي بالتنفيذه باستكمال السيطرة على منطقة الضفة بتهويد القدس باستكمال بناء الجدار مشروعه ماشي فيه بتكريس الانقسام الفلسطيني الفلسطيني إلى آخرهي وبالتالي هو عم بيكسب وقت من الموضوع من المفاوضات عم بيستثمر المفاوضات من الصادق بتقديرك السيد صلاح صلاح الإسرائيلي يقول بأنه نحن لن نصل إلى اتفاق أو كما ذكرت قبل قليل لبرمن وأكثر من شخصيا لا يمكن أن يحصل اتفاق بيننا وبين الفلسطينيين والفلسطينيون متحفظين على موضوع الإنجازات والأمريكيين يقولوا يقولوا وصلنا للمراحل الحاسمة التجربة أكدت أن الإسرائيلي هو الأصدق وخد بدأ من الرئيس الأمريكي الرئيس الأمريكي مشقال جازما أنه خلال سنتين لازم نعطي الفلسطينيين دولة لما أول ما يجع رئيس الموري إحنا قدي صلوا يعني إذا خلنا يمكن بيبس سادسة ولا سبع سنوات وما تحقق شي أكد للفلسطينيين في تصريحاته متكررة أكثر مرة بأن المستوطنات يجب أن تقف لم تقف المستوطنات وبالتالي المستوطنات لازالت مستمرة التي أثبت مضاقيته رغم ما يترك ذلك من مرارة في نفسنا هو عدونا عدونا كان هناك شرطين صلاح صلاح لفلسطينيين للدخول في هذه المفاوضات الشرط الأول كان يتعلق بوقف كامل للسيطان كما طرح الرئيس محمود عباس أبو مازن والشرط الثاني هو اعتراف إسرائيل بفلسطين أو دولة فلسطينية على حدود سبعة حزيران سبعة وستين هذين الشرطين أو هذان الشرطان لم يتحقق خلال دخول الفلسطينيين إلى المفاوضات تعتقد أنه ليش الفلسطيني أو المفاوضة الفلسطيني وهنا نتحدث بالتحليل طبعا لماذا دخل المفاوضة الفلسطينية إلى هذه المفاوضات دون أن يحصل على ما كان يشترطه وهو وقف كامل للسيطان قبل أيام أعلن عن وحدات السيطانية جديدة موضوع سبعة وستين لم تعترف به إسرائيل بشكل أساسي ما الذي دفع الفلسطيني إلى القبول؟ لهذا السبب يعني اللجنة التنفيذية عندما ناقشت الموضوع أخذت قرار بأكثرية ساحقة بأن لا ندخل المفاوضات يعني إلا إذا التزمت إسرائيل بشروط الذي وضحها المفاوض الفلسطيني لكن رائع من القرار الذي اتخذ باللجنة التنفيذية وبالأكثرية الساحقة مع ذلك فوجعت القيادات الفلسطينية كلها بسناف المفاوضات لماذا؟ طبعا لا تستطيع أن تجد تفسير إلا يعني ما يقال أنه إحنا يعني ما عنا خيارات أخرى ملزمين نفسنا مع أنه إذا بدنا نفكر بخيارات أخرى قلنا أننا خيارات أخرى بس لما نلزم نفسنا بخيار واحد ونمشي فيه خلاص بدنا نتابع للآخر الشيء الثاني ما يقال يعني من ضغطات أمريكية وضغطات قربية مو رسأت على الجانب الفلسطيني الشيء الثالث ما يقال عن قصة الدعم المالي اللي أيضا صار فيه تهديد أمريكي إنه إذا ما بتمش معنا إحنا ما عنا إمكانيات الشيء الرابع اللي يقال أن الوضع العربي أيضا الوضع العربي للأسف ضغط علينا مش وضع مساعد يعني عوامل كثيرة ما يستند عليها نتخوض الفلسطيني للدخول مفاوضات وبيرأي كلها عوامل يمكن تجنبها خلينا نشرك معنا لان من نابلس في الضفة الغربية الأستاذ أمين مقبول أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح أستاذ أمين مقبول أسعد الله مساءك مساء الخير حياك الله أستاذ أمين مقبول نناقش في هذه الحلقة وكما استمعت إلى ضيفي صلاح صلاح عضو المجلس الوطني معي هنا في الستوديو حول التطورات الأخيرة المتعلقة بما عرض على الفلسطينيين في المفاوضات الأمريكيين يقولون بأننا أمام إنجاز أو سنعلن عن إنجاز قريبا المعلومات تقول بأن الورقة الأمريكية وضعت أمام الرئيس أبو مازن ووضعت أمام الإسرائيليين بنفس التوقيت الرئيس الفلسطيني نقلت اليوم وسائل الإعلام بأنه رفض الخطة الأمريكية سهد أمين مقبول الرئيس الفلسطيني رفض الخطة الأمريكية جملة وتفصيلا أم رفض البند المتعلق بوجود قوات إسرائيلية على الحدود الشرقية للضفة الغربية لعشر سنوات نعم الموقف الفلسطيني واضح ومعروف وأعلن عنه الأخ الرئيس أبو مازن مبارا وتكرارا وعدم قبول وجود أي جندي إسرائيلي فوق الأراضي الفلسطينية أراضي الدولة الفلسطينية ذات السيادة هذا الموقف الذي حدده الأخ الرئيس أمام السيد جون كيري وأيضا في الإعلام أعلن أكثر من مرة الآن المشروع الأمريكي أو المقترح الأمريكي يقضي بتواجد إسرائيلي عسكري لمدة زمنية معينة في المنطقة أو الحدود الشرقية الفلسطينية وهذا كما ذكرت في البداية أمر مرفوض وكنا قد طرحنا أن القيادة الفلسطينية مستعدة أن تقبل بوجود قوات دولية إذا كان هذا المبرر الأمني للإسرائيليين في المنطقة لفترة زمنية معينة ولكن لا لوجود عسكري إسرائيلي فوق الأراضي الدولة الفلسطينية سيد أمين مقبول الرفض الفلسطيني نريد أن نفهم هو رفض على بند المتعلق بوجود القوات الإسرائيلية على الحدود الشرقية للأردن في منطقة الغور أم هو رفض لكل الوثيقة لأن الورقة الأمريكية كما تسربت تتحدث عن أن الحدود الدائمة للدولة الفلسطينية هي الجدار جدار الفصل العنصرية الإسرائيلي المقام على أراضي الضفة الغربية مع تبادل طفيف للأراضي يحق لإسرائيل أن تسمي دولتها كما تشاء هذا يعني اعتراف ضمن بيهودية الدولة طبعا العودة لم شمل في الضفة والقطاع فقط والباقي تعويض وهجرة هذا قبله الرئيس محمود عباس ورفض الفكرة المتعلقة بالجوء أم أن الورقة كلها كل ما ورد في الورقة مرفوض أنا لا أتحدث عن كامل الورقة لأني لا أعرف حقيقة محتوى الورقة بالتفصيل ولكن حدود الدولة الفلسطينية هي حدود الرابع من حزيران وبالتالي الجدار ليس حدود الدولة وهذا أمر معلن وعبر عنه أيضا الأخ الرئيس بالأمس في لقائه مع تلفزيون سكاي وبالتالي أيضا موضوع العودة هذا حق العودة للاجئين فلسطينيين وفق خرارات الأمم المتحدة ووفق المبادرة العربية للسلام الموقف الفلسطيني واضح أي تناقض أو خروج عن الموقف الفلسطيني في الورقة الأمريكية بالتأكيد مرفوض مهما كان نوع طيب أستاذ صلاح أيضا نقطة تتعلق بما نشرته صحيفة معرفة الإسرائيلية في خمسة اتناعش الفين وثلاثة عشر يعني هذا الشهر أن العاصمة الأردنية عما أبلغت واشنطن أنها تفضل تسليم أمن الحدود الأردنية الفلسطينية عند غور الأردن إلى الجانب الإسرائيلي وليس إلى الجانب الفلسطيني في أي ترتبات أمنية يتم الاتفاق عليها في إطار قضايا الحل الدام معكم خبر بهذا الموضوع أن الأردنيين يفضلون الإسرائيليين في هذه المنطقة وليست قوات فلسطينية أعتقد أن هذا دسيسة بين الأردن وفلسطين ولا أعتقد أن الأشقاء الأردنيين يطالبون بمثل هذا المطلب أو يقبلون بمثل هذا العرب أن يكون الحدود الشرقية بقوات إسرائيلية هذا بالتأكيد دسيسة لخلق فتنة وخلق شخاق بين الأشقاء الأردنيين والفلسطينيين طيب أستاذ أمين مقبول سؤال أخير يتعلق بالدور الأردني نلاحظ بأنه نشط التعامل مع الأردن حاليا وكل ما يطرح على الفلسطينيين ونسق فيه مع عمان ما هو الدور الأردني في المفاوضات الحالية أو فيه أي اتفاق نهائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين الأردن لها دور هام جدا في المسألة أولا حدود قضية الحدود وقضية اللاجئين قضايا استراتيجية بالنسبة للأردن وبالتالي التشاور مع الأشقاء في الأردن باستمرار وأيضا الأشقاء في مصر باستمرار لأن الأشقاء في الأردن وفي مصر وكذلك في سوريا ولبنان لهم علاقات وطيضة في الحل النهائي للقضية الفلسطينية وخاصة قضايا الحدود واللاجئين وبالتالي التشاور مع الأشقاء العرب وخاصة دول الجوار أمر ضروري وأمر هام وهذا التنسيق مع الأردن يأتي في هذا السياق طيب أستاذ أمين اجتماع العرب 21 ديسمبر كانوا الأول في القاهرة ماذا تريد حركة فتح أو السلطة الفلسطينية بالأدق ماذا تريد من خلال هذا الاجتماع الذي دعا إليه الرئيس محمول عباس أبو مازا وضع الأشقاء العرب بآخر تطورات المفاوضات والطرح الأمريكي والمطالبة من الأشقاء العرب بدعم الموقف الفلسطيني المستند إلى الموقف العربي بالثوابة الوطنية وبمبادرة السلام العربية وهو إقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني على حدود عام 67 وعاصمتها القدس وهذا يتطلب دائما شبكة أمان عربية سواء على الصعيد السياسي والدبلوماسي أو على الصعيد الدعم المادي للقضية الفلسطينية في حالة تهديدات أمريكية أو أوروبية بالمضايقة أو بالحصار على الشعب الفلسطيني وعلى القيادة الفلسطينية والسلطة الفلسطينية شكرا جزيلا لك أمين مقبول أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح حدثنا مباشرة من نابلس شكرا جزيلا أستاذ صلاح صلاح خلينا نبدأ من النقطة الأخيرة متعلقة بالعرب والاجتماع الذي سوف يوقع فيه الـ 21 من ديسمبر كانون الأول الاجتماع كما تعرف جاء بطلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن هذا يعطينا انطباع أو تساؤل دعني أقول وليس انطباعا ماذا يريد الرئيس الفلسطيني من وزراء الخارجية العرب في مثل هذا التوقيت يعني عادة عندما يطلب الرئيس الفلسطيني اجتماع مجامعة الدول العربية ليحتمي بهم بأحد أمرين يأما لأنه عم تشوف الأمور تسكرت في وجهه بشكل كامل وقياراته أصبحت صعبة وبالتالي يريد الاحتماء بالنظام العربي الرسمي ليجد له مخرجا أو ليحميه من المأذق اللي يوصل له أو أنه يعني وصل إلى شيء ما ويريد دعم عربي يعني يريد أن يأخذ موقفا ويريد أن يغطي هذا الموقف بدعم عربي أنا أعتقد هو النقطة الأولى هي الأصح أنه وصل إلى مأذق حقيقي ومش عارف كيف يخرج منه فيلجأ إلى الوضع العربي هذا ما يوطي للطباء أنه هناك تنازلات والساد صلاح صلاح أنه هناك تنازلات ربما يريد الرئيس الفلسطيني أن يأخذ مظلة عربية لأقدام عليها ما عاد عنده يعني هاي بتحطه أمام الخيار الثاني أنا حطيت أمام الخيار الأول أنه وصل للحد أصبح عاجز وما عاد عنده إمكاني يقدم تنازلات أكثر شو بدي أعطي التنازلات أكثر وخلينا نستعرض أنا سأناقش معك ما جاء في الورقة الأمريكية لأنه خلينا نستعرض خلينا نستعرض بشكل سريع هيك لما دخلنا ورغم اعتبرنا تنازل كبير أنه على الأقل قرارات لو أنه المتحدة تعطينا دولة حدود يعني قرار التقسيم بعدين قبلنا دولة على حدود 67 بعدين قبلنا أنه نتنازل من دولة 67 حدود 67 عن نسبة معينة للمستوطنات عن الأوتس عن منطقة الأغوار تبادل أراضي يعني مش بس يعني قبلنا بدنا حتى نتنازل عن مناطق بال67 إذن شو بعد نتنازل أكثر من هيك بالإضافة لذلك إحنا لما عم نحكي عن الحل النهائي الآن اللي عم يجري المتفاوضات المتفاوضات اللي عم تجري على أساس الوصول للحل نهاي طيب الحل نهاي في عندك عودة اللاجئين وينها؟ كيف بدك تحلها؟ موجودة هنا في الورقة الأمريكية اللاجئين العودة عن طريق لم الشمل لبعض العائلات إلى الضفة وقطاع غزة فقط والباقي يعني يخير بين أن يأخذ تعويضة ويهاجر إلى بلد ثالث نفس هذه الصيغة الأديمة اللي سبق وأفضلات هذه بالمناسبة كأنه مستنسخ عن 95 وفقة أبو مازن بلين لا مش أبو مازن بلين بعدها تبع ياسر عبدربو مش عارف مين التاني معه الإسرائيلي نعم وهي اللي عملوا لها ضجة وعملوا لها مهرجان ضخم بإحدى الدول الأوروبية هاي اللي حطت الخيارات أمام اللاجئين الفلسطينيين وطرحة صيغة قيل أنه الفلسطينيين وافوا عليها مع الإسرائيليين وبالتالي تضع الفلسطينيين من خيارات يأما برجع للدولة الفلسطينية أو يبقى بالدولة الموجودة فيها أو ينقل لدولة يعطي خيار دولة ثالثة أو أنه إسرائيل يمكن أن توافق على عدد محدود يعني تحت أنوان لم شمل وبالتالي وضع الفلسطينيين أمام هذه الخيارات كل هذه الخيارات ليس هي الحل اللي بتناسب مع قرار الأمم المتحدة الذي يستوجب عودة اللاجئين كل اللاجئين إلى المناطر التي يخرج منها 194 و194 الخاص باللاجئين و243 و7 و67 يعني فيه قرارين قرار 48 وقرار 67 واثنين هم يستوجبوا عودة اللاجئين فلسطينيين إلى بيوتهم بتلاكاتهم التي أجبروا على مغادرتها طبعا هذا عم ينصف القرارين قرارين دوليين لمصلحتي عم ينصفوا بمشروع أنا مأدمو أنا شريك فيه كفلسطيني سنتناقش في هذا وأنا أريد أن أطرح سؤال أستاذ صلاح بعد أن أأخذ الأستاذ إيهاب لغصين المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية في غزة حول موضوع التوقيت توقيت هذه المفاوضات في ظل التحولات وما يجري من تحولات إقليمية ودولية مهمة أستاذ إيهاب لغصين أسعد الله مساك مساك خير حياكم الله بداية نريد أن نطمئن على أهلنا في قطاع غزة لأننا نعلم أنهم في ظروف غاية في الصعوبة مع الأحوال الجوية السيئة وانقطاع الكهرباء نعم نسأل الله العافية الحقيقة الأوضاع في غزة صعبة جدا وخاصة أن هذا منخفض شديد يمر في المنطقة كلها ولكن بسبب الحصار منذ عدة سنوات لا يوجد منية تحتية حقيقية لقطاع غزة أدت لغرق العديد من البيوت وستمرار عدم وجود كهرباء في قطاع غزة زاد هذه المعاناة ما نريد حقيقة هو دعوات جميع المسلمين والدعم الحقيقي المعنوي والمادي برفع الحصار عن قطاع غزة نعم اسمح لي أستاذ إيهاب لغصين بداية موقف حركة حماس مما جرى مؤخرا وزيارة كيري التاسعة إلى الضفة الغربية وما قيل عن أنه الاتفاق أو ورقة أمريكية قدمت على أنها أصبحت جاهزة وهذا الاتفاق ويبدو أن معلومات لسنا متأكدين ولكن الأمريكان يقولون يجب أن توقعوا على هذا هذا آخر شيء يمكن الاتفاق عليه بالنسبة للفلسطينيين والإسرائيليين موقف حماس من ذلك نعم موقفنا حقيقة واضح في هذا الإطار في نفس إطار موقفنا من المفاوضات هذه المفاوضات التي بنيت على أسس أمنية هدفها هو أمن الاحتلال الصهيوني لا يوجد فيها أي نظرة لأي مصلحة فلسطينية وكل ما فيها أوهام حقيقية لا يمكن تحقيق أي منها ولا تخدم أي من حقوق الشعب الفلسطيني لا أدناها ولا أقلها والشعب الفلسطيني يجمع على رفض هذه المفاوضات وخاصة بعد تجربتها خلال سنوات أخيرة وهذا الضغط الذي يتم في المرحلة الأخيرة من كيريو من أمريكا على السيدة بوماذا حقيقة والذي يدفعه نحن نستغرب هو يستمر برغم علمه وإقرار كل الفريق المفاوض بسلسل هذه المفاوضات إلا أنه مستمر في هذه المفاوضات لا نعلم ما هي الطريقة التي يحصلنا سيدها بلغسين هذا هو الموقف وموقفكم واضح من المفاوضات لكن ماذا أنتم فاعلون تجاه ذلك خاصة بأننا عندما ننظر إلى التفاصيل التي تجري والتفاصيل المحاضر والاجتماعات وغير ذلك على الأقل ما يتسرب منها الأعلام لا يوجد ذكر لقطاع غزة في هذا الموضوع نعم نحن لا نتحدث فقط عن قطاع غزة نحن حتى كحكومة فلسطينية أو كحركة حماس بلادنا هي فلسطين كلها ليس فقط غزة هم دائما نعم يريدون وضع غزة جانبين ويريدون حل الموضوع كما قلنا على أسس أمنية هذا الأمر الأهم نحن نقول ماذا نحن فاعلون في بالاستمرار هذه المفاوضات نحن ومنذ فترة طويلة نقوم مع الفصائل الفلسطينية بالتأكيد على رفضنا وكما قلنا وصلنا إلى إجماع كبير من تبع الفصائل الفلسطينية المختلفة المقاومة العملية في هذا الإطار هو بعد الجهات إن كانت سياسية دبلوماسية بالتواصل مع حركة فتح والكثيرين منهم ممن يرفضون هذه المفاوضات أو حتى بإشعال انتفاضة ثالثة وتحريك المقاومة في الضفر الغربية بالرغم من التنسيق الأمني والملاحظة الأمنية المستمرة وإذا وصلت الأمور إلى أكثر من ذلك وأظهرت يعني ألا بد وأنا متأكد من أن المقاومة سيكون لها كلمة وحتى انطلاقا من قطاع غزة في ظل تضييق الأمن في الضفر الغربية طيب جرى اتصال أستاذ أبلغسين بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس وبين رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة سيد إسماعيل هنية يعني في هذا الاتصال هل جرى التطرق إلى موضوع المفاوضات أو إلى هذا لأنه وضع الاتصال في إطار التشاورات والتنسيق يعني رأب الصدع بين الطرفين وللتنسيق في حل مشكلات قطاع غزة مشكلة الكهرباء والمشكلات التي تعاني منها قطاع غزة وبالتالي يبدو أن هناك تقارب يعني نوع من التقارب حتى هناك تقارير تتحدث عن أن الفلسطينيين فتحوا حماسة يجريان اجتماعات يعني حتى من دون الوساطة المصرية للتوصل إلى توافق كيف يتم هذا التوافق في وقت يتم فيه رفض مطلق لما للنهج الذي تتبعه السلطة الفلسطينية في موضوع المفاوضات تفسير إذا عندك هذا بشكل طبيعي نحن نريد بالفعل التوافق مع شعبنا الفلسطيني مع أطرافه المختلفة وعلى رأسها حركة فتح ولكن بما يجمع عليه الشعب الفلسطيني من مقاومة فلسطينية ومن ضرورة نزع الحق من هذا الاحتلال نزعا بالقوة وليس بطرق المفاوضات الزليلة نحن نحاول مع الأخوة في حركة فتح وبالفعل كثير منهم مقتنعون بهذا القرار ولكن للأسف من يزير الدفع هو من يرصد النصر لمرحلة أن يكون هناك إنهاء لانقسام ومصالحة على أسف مقاومة مقاومة هذا المحتل وليس على أسف المفاوضات ولكن أقول بشكل واضح الاحتلال خير السيد أبو مازن إما مفاوضات مع الاحتلال وإما المصالحة مع حماس والمصالحة مع شعبه فلذلك هو يختار المفاوضات ويرتهن لهذا الاحتلال وألقى بنفسه في حضن هذا الاحتلال في ذلك لن تحدث هذه المصالحة طرم أن هناك مفاوضات ولذلك نحن نحاول بشتة الطرق أن نتجاوز هذه الأمور وخاصة كما تحدثت يعني السيد محمد الاشتية يعني وهو أحد أعضاء الفريق المفاوض أكد أن هذه المفاوضات تساوي الصفر وأنها فاشلة وأنه بالفعل استقالة من هذا الوفد المفاوض وهو يحاول التحرك في إطار حركة فتح لوقف هذه المفاوضات الدليلة والتحرك لخيارات أخرى وخاصة المصالحة مع الشاب الفلسطيني والعودة للمقاومة شكرا جزيلا لك كيهاب لغسين المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية في غزة حدثنا مباشرة من هناك مشاهدين نتوقف مع فاصل قصير وبعده نكمل في هذا الحوار المتعلق بالمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وآخر التطورات في هذا الملف بقى معنا حيما جديد مشاهدين في حوار الساعة نتحدث فيها عن آخر ما تم في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الخارجي الأمريكي جون كيري إلى فلسطين المحتلة أستاذ صلاح صلاح كثير من النقاط طرحت من خلال مداخلات ضيوفنا وأيضا ما طرح من أفكار خلينا نبدأ بموضوع حركة حماس وموقفها وماذا يمكن أن تفعل ما قالوا إيهاب لغزين بأن هناك إجماع لدى الفصال الفلسطينية على رفض هذه المفاوضات بالمناسبة هناك إجماع أيضا في حركة فتح أو انقسام في حركة فتح حول هذا الموضوع وكثير من قيادات حركة فتح ومما استضفناهم في هذا البرنامج وفي قناة الميادين كانوا ضد المفاوضات ضد أن تبدأ وهم قيادات في حركة فتح إذا كانت المفاوضات ليس لها مشروعية لدى القوى السياسية الفلسطينية والشارع الفلسطيني على أي أسس وفيتم توقيع هذا الاتفاق يعني أنت عم تفترض أنه صار في اتفاق ورح يتوقع أنا شخصيا أتبعد هم ليش رايحين أستاذ صلاحي يعني أنا أتبعد أنه يصير فيه إمكانية توقيع على الاتفاق لأنه ما في ما في ما يشجع على توقيع الاتفاق يعني ولهذا السبب لما الإسرائيلي يعني بتزم أنه ما في أفاق لتسوي سياسية لا مؤقتة ولا نهائية لأنه عارف ما رح يصير فيه اتفاق لما طرف الفلسطيني بقول أنه المفاوضات معقدة للغاية عارف أنه بالأخير ما في شي يقدم له لما أبو مازن يطلب اجتماع لوزراء الخارجي العرب أيضا لأنه واصل لطريق مسكر ما عارف ومعارف يوصل ولهذا المطلوب الحقيقة يعني بالوقت يعني أنا واصل لتقدير قلينا أقول رغم عدم الثقل غير اللي صارت يعني موجودة بين القيادات الفلسطينية وشعبها وجمهيرها وفصائلها في اسم في عقم يعني بهذا الموضوع رغم عدم الثقل اللي صارت موجودة يعني وعدم الاطمئنان للأفاق وكيف ممكن تتصرف لكن خلينا نقول أنه ما عاد المطلوب المصالحة كلمة المصالحة صارت كلمة ممجوجة وما إلها معنى وما إلها مضمون وما إلها قيمة المطلوب الآن وبشكل جدي أن يكون فيه الجرأة الكافية خاصة عند القيادة الفلسطينية اللي راهنت على التسيورات الملفوضات تقول يا عمي إحنا راهنا بغض النظر كان هذا الرهان يعني ظروفه وحيثياته وأسبابه لكن وصلنا إلى طريق مزود تفضلوا تعالوا خلينا نععد بعضنا البعض كنا حول طاولة واحدة كنا القيادات الفلسطينية ونناقش هذا الموضوع ونبحث عن خيارات أخرى ليش نظل حشرين حالنا في قيار لا مفاوضات لا بديل المفاوضات تستطيع السلطة سيد صلاح أن تفعل ذلك هذا المطلوب لها سبب أن أقول هذا المطلوب لكن السلطة الفلسطينية كما تعرف قامت على أساس اتفاق أوسلو وقضايا المفاوضات المرحلية للوصول إلى اتفاق النهائي وهي ماضية في هذا الموضوع السلطة ستخرج من مسببات وجودها إذا هي قالت إلا إذا كانت السلطة تحت حل نفسها وتقول إعادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني من جديد القيادات الجريئة والصادقة مع نفسها ومع شعبها المفروض بلحظات معينة وشجاعة تأخذ قرارات شجاعة المطلوب من القيادات الفلسطينية الآن لأننا وهم كذلك ما لازم نبرلهم وهم كذلك حتى الآن ما أثبتوا ذلك بس إحنا ما لازم نبرلهم ما لازم نقول أنه يعني يعني ما عندهم خيار آخر وأخذوا هالخيار وبدوا مضلوف لا بدنا نقول لهم أنه أنتوا أخذتوا خيار خطأ واكتشفتوا بأن هذا الخيار الخطأ يعني لازم تترجعوا عنه وهون ممكن ناخد يعني مثل مع منحكة بجنوب أفريقيا بمنديلا كرمز وكمثل وكقدوة وقيادات الفلسطينية بعد دجاي من أكام يوم من جنوب أفريقيا كل المتحدث كثير بديش أقول كثير من كتبوا وعن منديلا كتبوا من زاوية أنه كيف يمكن أن نأخذ مثل هذا الرجل قدوة صحيح خلينا نقول أيضا كيف يمكن أن نأخذ من رمزنا بغض نظر ملاحظاتنا عليه ياسر رفات قدوة ياسر رفات عندما وصل إلى قناعة بعد كم ديفيد اتنين بأن الأمور قدامه مسكرة بلاش يفكر بخيار آخر وخياره كان واضح أنه أنا بستمر بالحكي بالفعضات والتسوي والحلسيات الأخيرة لكن بدي أعود لمنطق المقاومة والتحضير والتحضير لمقاومة حتى المقاومة المسلعة كان رجل شجاع وجري اكتشف خطأه وعترف به وبدأ يبحث عن بديل آخر القيادة الحالية ربما ربما بدل ما تأخذ هذا الدرس بجانبه الإيجابي أخذت منه الجانب السلبي أنه إذا كان بدأت تعمل مثل ياسر عرفات تأخذ خيار آخر بده يكسير مصيرها مثل مصير ياسر عرفات مع أنه يعني باستورات بالحركات تحرر وطني يجب أن يكون في عنا قيادة جريعة ولازم ما نبرر لها نقول أنه أخذوا هالخيار وما عندهم الجار إخر لا بدينا نقول له بدكم تخرجوا من هذا الخيار بدكم تسمعوا لوسيط شعبكم لصوت جماهيركم لصوت ناسكم لصوت ما بعدئكم ما قيمكم باللي أنتوا طلقتوا منها بدنا نطالب بدنا نطالب بهذا الشيء وهذا صوت الفتحاوي اللي اسمعته هون بالتلفزيون يجب أن نرتفع ويجب أن يزداد وأنا في تقديري أن الحسم الحسم يجب أن يأتي من فتح من جسم فتح من المناضلين الحقيقيين في فتح اللي تربوا على الأساس أن كل فلسطين من نهر إلى بحر هاي هي أرضنا أستاذ صلاح أنا أريد أن أطرح أيضا سؤال عن التوقيت توقيت المفاوضات لأن هذا التوقيت لافت عندما يأتي الأمريكي ليقول تسعة شهور سأنجز اتفاق وعندما يأتي الأمريكي ليقول في نيسان هذا القادم يعني في العام المقبل سيكون هناك إعلان عن هذا الاتفاق بالمناسبة تتحدث عن تعقيد يتحدث عنه الفلسطينيون وطريق مسدود ومشاكل والإسرائيلين يتحدثون عن ذلك الأمريكي يقول لا هذا كلام فارغ لا يوجد تعقيدات ونحن نمضي قدما ونحقق إنجازات لماذا هذا الاستعجال بتقديرك بالنسبة للإدارة الأمريكية في وقت يبدو أن هناك أولويات للإدارة الأمريكية أكثر من الملف الفلسطيني يعني انظر ماذا يجري في سوريا ماذا يجري من تغلغ القاعدة في بعض الدول الحيوية بالنسبة لواشنطن انظر ماذا يجري كل على مستوى تقريبا الاتفاق مع إيران وفي موضوع البرنامج النووي إذن ما الذي يجعل الأمريكيين يقدمون هذا الخيار عن أولويات طارئة وملحة وساخنة ويريدون بسرعة حسم الملف الفلسطيني ما العلاقة بدك تأخذني بحلمك تفضل البعض يقول بأنه فيه ثلاث يعني عنوين للإدارة الأمريكية في المنطقة فيه موضوع سوريا فيه موضوع الملف النووي الإيراني وفيه موضوع الفلسطيني أنا بضيف فيه موضوع واقع الأنظمة الموالية للولايات المتحدة الأمريكية ومصيرها ووضع القائم شوف شو عن مصير فيه موضوع الخلافات داخل دول الخليج بينهم بين السعودية بينهم بين بعض إلى آخرية بالنسبة للأمريكيين هذا شيء غير مقبول لا يجوز نزعة نزعة الإرهاب اللي عم تتكون في سوريا واللي لن تكون إنعكاساتها على سوريا على سوريا فقط تنعكس بالضرورة من له خبرة وتجربة بتاريخ هذا النوع من القوى الإرهابية بيعرف وين راح توصل وتدرب أفغانستان أكبر دليل بالأخير راح ترتد عليهم هذول طبعا أمريكان ممكن بدأ يدركوا لهذه الحقائق الوضع في مصر كمان له انعكاساته ما بيجوز تجاهلها فيه متغيرات كثيرة تتجاوز هذه الملفات الثلاثة صحي لكن النقطة الأضعف الحلقة الأضعف بكل هذه الملفات اللي بنحكي عنها واللي نتشاور حولها الآن نتدولها الآن الحلقة الأضعف فيها الحلقة الفلسطينية وبالتالي الأمريكي يريد إنجاز إنجاز ما بقدر يأخذه يعني إلا في هذا الملف بشكل سريع وخلال فترات زمانية محددة إلا في هذا الملف بحكم هذا الدور الضعيف الهزيل للطرف الفلسطيني إذن خلينا نكون فرصتنا نضغط وأي ضغط وأي إنجاز يريد أن يحققوا الأمريكي في إطار هذا الملف لن يكون إلى مصلحة إسرائيل يعني ومن هون الخطورة ستكون بهذه السبب يعني بتمنى بتمنى أنه ألا يحصل التوقيع مع أنه عم يجري الحديث أنه طيب انتهت تسعة أشهر ممكن نمدد تسعة أشهر أخرى صحيح وبالتالي الحوار أمكاني تمديد أيضا حوار مطروح لكن بكل الحالات أنا أعتقد السبب الأساسي اللي بخلي الأمريكان ركزه على هذا الموضوع بأنه الموضوع الفلسطيني موضوع كبير على الصرير العالمي وتحقيق أي إنجاز فيه يعني يعتبر مكسب كبير لإدارة الإدارة الأمريكية يعني بمواجهة كل الصعوبات الأخرى هذا من جانب أمريكا من جانب الفلسطينيين أستاذ صلاح ألا تعتقد أنه الفلسطيني عليه أن ينتظر ليرى مآل هذه التحولات في البلدان العربية وفي التحالفات الإقليمية بشكل كبير يعني يحكى من تراجع النفوذ الأمريكي على في حساب تقدم تحالف قائم بين روسيا والصين وقوى إقليمية إلى وصولا إلى تغيرات على مستوى الإقليم نفسه والتحالفات ألا تعتقد أن الفلسطيني يجب أن ينتظر قليلا ليرى هذه النتائج قبل أن يستعجل في توقيع اتفاق نهاي أنت عم تكون حنيا على القيادة الفلسطينية ولا لا أتمنى ذلك المطلوب من القيادة الفلسطينية مش مش تنتظر حتى يصير متغيرات تستفيد من متغيرات عم بصير متغيرات رغم الصورة المأساوية السلبية اللي عم بنشوفها في مصر في دول الخليج بكثير من الأماكن في بعض الجوانب السلبية في ليبيا المآسي اللي عم تصير في العراق التبجيرات اللومية لكن في متغيرات حقيقية في موازين القوى عم تصير على صعيد الإقليمي على صعيد دولي روسيا هالصوت المرتفع اللي عم تحكي فيه خطاب خطاب بوتن مبارح مش سهل يعني صحيح عم بعيد عم بعيد وزن الاتحاد السوفيت السابق في موازين القوى الدولية الوضع مع إيران إيران عم تشكل حالة يعني قلين أقول حالة مصالحة مع المنطقة العربية هالجولات اللي عم تصير انفتاعها دول الخليج على المنطقة إلى آخره المفروض الفلسطيني مش ينتظر أن يستفيد من هذه المتغيرات اللي عم تصير يفتح مع إيران يفتح مع الروس يفتح خطوط جديدة لعلاقات جديدة ليش بده يستنى أكثر موضوع ملح الآن يجب يجب أن نستثمر يعني لمصلحته كل المتغيرات اللي عم تصير هو الموضوع الفلسطيني صحيح من هنا الحقيقة الدعوة الفلسطيني حتى يستطيع الفلسطيني أن نستثمر هذه المتغيرات اللي عم تصير يجب أن يبدأ من ذاته يجب أن يبدأ بخطوة جدية على صعيد إعادة الحوار مش المصالحة نسيلي إياه المصالحة عادت أحبها إعادة الحوار الداخل الذاتي الفلسطيني صارت نكتة أصلا في الشارع الفلسطيني نعم أصبحت نكتة نكتة في الشارع الفلسطيني موضوع المصالحة والإعلان عن المصالحة بدنا إعادة الحوار بين مختلف الفصائل والقوال الفلسطينية والشخصيات الوطنية الفلسطينية حوار جدي مسؤول يعيد النظر بكل هذه المسيرة التي يعني راهنا عليها وبنشوف بالأخير كيف يمكن أن نعيد يعني الاعتبار لبداء الجديدة أنا أريد أن أسألك أستاذ صراح الموضوع الأردن الذي طرحته مع ضيف أمين مقبول من حركة فتح قبل قليل الأردن يبدو أن دورها لافت متقدم يعني لم نكن نلحظه في المفاوضات السابقة في هذه المفاوضات وفي جولات جون كيريا الأخيرة الأردن يبدو أنه لاعب في الملف الفلسطيني هناك تنسيق كبير بين الأردن والسلطة الفلسطينية ومقالة معاريف أن الأردنيين يفضلون الإسرائيليين على حدودهم يبدو أنه هناك مفاوضات ثلاثية بين الأردن إسرائيل والسلطة الفلسطينية ما هو الدورة الذي يمكن أن يلعب الأردن خاصة بأنه طرح سابقا عبر التاريخ الفلسطيني وانت أدر مني بتاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية موضوع الفدرالية مع الأردن وكاد ياسر عرفات أن يوقع وقع فعلا وتراجع عن أن يكون هناك اتحاد بين الأردن والضفة الغربية شوف موضوع الأردن أنا أعتقد أيضا من الأوراق اللي عم تلعب أوراق ضغط على الفلسطيني الأردن وضو حساس يعني وضو حساس بموضوع سوريا وضو حساس مع العراق وضو حساس مع المتغيرات اللي عم بيصير مع دول الخليج وكيف ممكن يكون مردودها عليه وضو حساس الآن في ظل المفوضات مع الفلسطيني والتالي في ظل هذا الوضع الحساسي نظام الأردن عم بيكون وضع ضغطيس والتالي تستطيع أن تستثمر حالة الضعف بالنظام الأردني وخاصة أنه يترافق مع حالة الضعف السياسي العام وضع داخلي في حالة حراك وغيجان داخلي نتيجة للصعوبات الاقتصادية اللي عم بعيش الشعب في الأردن هذا الوضع بيخلي الأردن ضعيف أمام الإدارة الأمريكية وعرضها للضغط وبالتالي أنا أعتقد بأن الأردن يستعمل الآن في هذا الوضع وسيلة للضغط على الفلسطيني أنه يعني يا فلسطين إذا ما بك تمشي في عندك البديل وممكن ناخد بديل اللي الإسرائيليين بيحكوا فيه يعني بشكل دائم وبين فترة أخرى يعني يبرزوه عندما يواجهوا أي صعوبات مع الفلسطيني بيبرزو موضوع البديل الوطن البديل وبالتالي الآن عم يطرح بهالسياق يعني لا يطرح موضوع الأردن بالسياق الإيجابي لمصلحة الفلسطيني بالعكس بقدر ما هو عم يطرح فيه تقديري من زاوية أن يستثمر أو يستعمل وسيلة ضغط على الفلسطيني يأمر فلسطيني يتوقع وتمشي ضمن الشروط المطلوبة والتي هي لمصلحة يعني إسرائيل أو أنه يالفلسطيني هاي طيب أنا سأخذ رأيك في نقطتين يهبي عجالة أستاذ صلاح الأولى تتعلق بما كنت أتحدث به عن الورقة الأمريكية أو ما سرب منها إذا كان صحيح طبعا ما سرب عن هذه الورقة وحصلنا عليه الجدار سيكون هو الحدود النهائية للدولة الفلسطينية يعني الجدار سيكون حدود بين إسرائيل وبين الدولة الفلسطينية مع تبادل طفيف للأراضي على جانبي هذا الجدار يحق لإسرائيل أن تسمي دولتها كما تشاء هم أخذوا هذه الجملة من يعني من القيادة الفلسطينية والقيادة الفلسطينية هم يسموا دولتهم كما يريدون يعني طبعا هذا اعتراف ضمن يهودية الدولة وغير ذلك العودة تحدثت عنها لم شمل وتعويض وغير ذلك هذه الورقة إذا مرت أستاذ صلاح وطبعا الأنباء تقول اليوم بأنه الرئيس الفلسطيني رفضها هلأ بدقة لا نعرف حقيقة هو رفض موضوع القوات الإسرائيلية في الضفة أم هو رفض كل هذا جملة وتفصيل يعني كل ما عرض عليه هو رفضه لا نعرف بالضبط لكن إذا هذه الورقة مرت أو وقع لها الجانب الفلسطيني تعتقد أنه يمكن أن يحصل اتفاق تاريخي بين الفلسطينيين والإسرائيليين تعلن عنه الإدارة الأمريكية وفي هذه الحالة ردت فعل الشارع الفلسطيني القوى الفلسطينية الأخرى إذا كان فعلا هذا هو الاتفاق الذي يدور الحديث عنه إما توقعو أو ترفضو شوف لما بتقول الجدار يعني بدك تاخد بين اعتبار نقطتين هون بتنافو مع منطق أنه الجدار حد فاصل نقطة الأولى الأوتس الأوتس داخل الجدار يعني هل يتخلى طرف الفلسطيني عن القدس مستحيل النقطة الثانية المستوطنات المستوطنات خارج الجدار طيب شبه يكون مصيرها إذا كان حدود دولة فلسطين أو حدود دولة إسرائيل يعني هي الجدار مع الفلسطينيين طيب وماذا عن المستوطنات اللي خارج الجدار التأطرح موضوع التبادل أستاذ صلاح يعني ما يوجد أراضي فيها مستوطنات خارج الجدار ما في اتفاق حول موضوع التبادل نوعيته مساحته إلى آخره والتالي موضوع خلافي أنا لا أعتقد بأنه يعني أولا هاي النقاط هي هي فقط يعني مضمون الورقة الأمريكية بد يكون يعني أمور أكثر أكثر تفصيلا لأنه بد يكون داخل فيها موضوع موضوع القدس بد يكون داخل موضوع المستوطنات بد يكون داخل موضوع طيب وماذا عن اللاجئين إذا كان بد يكون اتفاق نهائي إلا إذا كان مثل ما تسرب أيضا بأنه نعمل اتفاق مؤقت مقدمة للاتفاق النهائي كويس هل هذا يصلح لأنه يكون اتفاق مؤقت مقدمة للاتفاق النهائي سؤال أول سؤال الثاني هل على ضوء تجربة الفلسطين السابقة أنه برنامج اتفاق مرحلي مقدمة للبرنامج النهائي اللي لقى حاله بورطة هل يكرر هذه الورطة مرة أخرى ما أعتقد وبالتالي أنا يعني نوعا بقول أنه بشوف في صعوبة كتير كبيرة إذا ما وقد تصل وقد تصل إلى درجة الاتحالة أن نجرؤ الطرف الفلسطين على توقيع اتفاق ضمن هذه الشروط الأمريقية المطلعة وإذا حصل على غطاء عربي يوم 21 أنه داعين الوزراء الخارجي العرب سيقول لهم أبو مازن هذه الورقة التي عرضت عليه إما أقبلها أو أرفضها شو رأيكم هكذا ستكون يكون اجتماع وزراء الخارجي العرب كما تتوقع أكيد يعني بده يكون يقول لهم هاي هاي الورقة المطلوبة علي من الأمريكان أن أوقعها إذا وقعت أنتو لازم تشكلوا لها مظلة حماية 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 يعني أو ما وقعتها أو ما وقعتها تتحمل 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 المسؤولية الله أعلم ماذا سيجيب الله أعلم بقي معنا دقيقة وسال صلاح صلاح وأنا أريد أن نتحدث عن شيء بدأ يظهر في الصحافة الإسرائيلية مؤخرا هي المطالبات خاصة على فكرة من العسكريين السابقين الذين يكتبون في الصحافة الإسرائيلية مطالبات بإجراء وحادي الجانب على غرار ما جرى في 2005 في غزة بأنه بلما نعمل اتفاق مع الفلسطينيين تعالوا نفرض أمر واقع ننسحب إلى المناطق التي نريدها أن تكون دولتنا ونعطي الفلسطينيين الحدود التي نريد أن نعطيهم مياها ونعلن الدولتين دون أي اتفاق تعتقد أنه ممكن أن يجري ذلك إذا وجدت إسرائيل أنه لا مجال الاتفاق مع الجانب الفلسطيني وهي في تجربة تجربة غزة ماثلة في 2005 لانسحاب الوحادي ممكن يصير انسحاب وحادي مش على أساس أنه نعطي الفلسطينيين دولي إذا مع القيادة الفلسطينية مرات هيك بشك شوي توقع ولا متوقع بس وصل لقناعة جازة منه الإسرائيل لا يستحيل يعطيك دولة حتى ضمن حدود التبادل حتى ضمن حدود إيش ما نحن نقول بدنا نفذي دولة إذا أعطى الفلسطيني انتهى الوقت بس إذا أعطى الفلسطيني دولة كما هو مطروح يسيطر فيها على الأجواء يسيطر فيها على الحدود وهي منزوعة السلاح ما في دولة الإسرائيلي لن يعطيك شيء اسمه ولو 10 كم ويقول لك يعملها دولة يعطيك 100 كم مثلا ي fruition عطيك 100 كم بس لم تدولة عملها حكم ذاتي أما 10 كم وتسميها دولة ما فيه شيء اسم دولة يعطيك إياها الفلسطيني الإسرائيلي ما فيه في حكم ذاتي في إطار دولة إسرائيل التي تضم غزة وضفة ونقطة شكرا جزيلا لك صلاح صلاح عضو المجلس الوطني الفلسطيني أنا أشكرك جزيلا شكرا على مشاركتك شكرا لإلقاء مشاهدين الكرام حوار الساعة انتهى لهذا اليوم شكرا لمتابعتكم إلى اللقاء شكرا للمشاهدة